السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حباب قلبي عاملين ايه كلصان طيبين ورجعنا لكم في حلقة جديدة طريقة تعامل الحلوة السمسمية يلا حباب قلبي هنعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة خالص بمكاولات سهلة وبسيطة ومن البيت يلا بينا نقول لكم مكاولاتنا ايه معنا ازاز الزيت معنا كباية سكر وكباية سمسم لو عاملنا كوبايتين سمسم يبقى كوبايتين سكر عاملنا ثلاثة سمسم بتاعة سكر نفس مقدر السكر هو نفس مقدر السمسم نفس مقدر السمسم هو نفس مقدر السكر ايه فانيليا العجاء وراء الزبدة ما لقيت ساب نجن زي ما انتم شايفين كده يا حباب قلبي يلا بينا هنقول لكم هنعمل ايه دلوقتي هناخد معلقة زيت هنفردها على الرخامة مطرح ما هنعمل لان الحلاوة بتمسك في اي حاجة ادي الزيت هنفرده كويس زي ما انتم شايفين على الرخامة بالشكل اللي انتم شايفينه ده دلوقتي هنفرد عليه وراء الزبدة ونعدله خالص لان وراء الزبدة بيخلي الحاجة بتمسكش في بعضها وطبعا هنحط حبة زيت على وراء الزبدة ونمسحه بالشكل اللي انتم شايفينه ده ايوة كده من نفس الطريقة اللي انتم شايفينها ويلا بينا هنولى على الطاصة وانسيب هديتين شايف لان انا كنت غسلاها دقيقة بس وايه وانقولكم هنعمل ايه ودلوقتي هنحط السكر زي ما انتم شايفين كده وانسيب نستنى بقى لما الحروف بتاعته تسيح وبعدين نقلف فيه ودلوقتي يا حباب قلبي هنقلب السكر كويس اهو السكر بدأ يسيح زي ما انتم شايفين هوا وهنقلب بقى السكر كله مع بعضه لحد ما يسيح خالص ونوطي النار علشان ما يتحرقش يعني ان السكر بيتحرق بسرعة وطبعا لما تعمله الحاجات ديت السكر لازم تكون الوقفة لوحدك في المطبخ ما يكونش فيه اطفال عشان ايه ما يتلاسعوش من السكر ده ودلوقتي هنقلب كويس مع بعض او بالشكل الجميل ده لغايتين ما يفكوا خالص معاني طب انا ما سرعتش الفيديو عمليها لكم خطوة بخطوة خالصة عشان نفضل مع بعض ايه بخطوة بخطوة ودلوقتي هنفضل نقلب لحد ودلوقتي هنزل بمعلاجة السمنة جنة هي معلاجة ايه وهنزل بها وارجع اقلب تاني السمنة مع السكر واشرب السكر بايه برحة السمنة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعدين هنزل بتذكرة الفانيليا وقلبها برضو مع السكر ودلوقتي السكر بتاعنا خلاص فك خالص زي ما انتو شايفين بالشكل اللي انتو شايفينه دلوقتي وهدله تقلبتين بوساط وبعدين ننزل بالسمسم قد السمسم بتاعنا زي ما انتو شايفينه دي كوباية السمسم هنزل بيها وقلب تقلبتين ومش هغايب السمسم بعد ما تحط في السكر تقلبتين بس زي ما انتو شايفين كده كده السكر بيسيح معانا هون وبيرجع يمسك بقى في الايه وبيرجع يمسك بقى في الايه وبيرجع يمسك في السمسم زي ما انتو شايفينه ومستمرين في التقليق هنبدأ نقلب بالشكل الجامل ده هاد ما يبقى خلاص نطف عليه وكده خلاص تقلبتين كمان ونطف عليه ونفرده على ورق الزبدة كده خلاص انا طفيت عليه هوا زي انتو شايفين وفردته على ورق الزبدة اهو فردته وهعدله بالمعلقة وافرده كويس بالمعلقة زي ما انتو شايفين كده انا فردته بالمعلقة هوا بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده خلاص دلوقتي حبيب قلبي زي ما انتو شايفين كده انا فردته خلاص بالمعلقة بعد كده بقى هجيب لنا الشابة وافردها بقى بالسمك اللي انا حباه عايزة اتخينها شوية ما دفست او بينها الشابة عايزة اتخينها ايه اعمل ايه جامد بينها الشابة زي ما انتو شايفين بالشكل اللي انتو شايفينه ده وكده خلاص بقى هعدلها لحيات ده مخلص وكده انا خلاص خلصت بالنشابة وكده انا خلاص خلصت بالنشابة زي ما انتو شايفين وهجيب الكاز لك بقى وايه واقطع بالشكل اللي انا عايزة انا بقطع هو زي ما انتو شايفين وكده حباب قلب انا بقطع هو بالشكل اللي انتو شايفينه ده اهو لحد ما خلص تقطيع وطبعا انا خلصت التقطيع بالعرض هارجع بقى اقطع بالطول عشان هجيبها ايه مستطيلات صغيرة وكده حباب قلبي انا قربت خلصها وكده يا حباب قلبي انا خلصت التقطيع بتاعي بالشكل اللي انتو شايفينه ده وكده يا حباب قلبي انا خلصتها وبالشكل اللي انتو شايفينه ده وانعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتعليق وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد باي باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة